منذ قرابة ثلاث ساعات وجلسة استجواب حاكم المصرف المركز رياض سليمي متواصلة صباح هذا اليوم وصل إلى هنا إلى قصر العدل في بيروت الوفد القضائي الأوروبي الذي يستجوب حاكم مصرف لبنان برئاسة القادية الفرنسية أود بوروزي وهي نائبة لمحكمة الاستئناف في باريس وهي الممثلة والتي تتحدث أيضا باسم الوفد القضائي الأوروبي فيما يتولى طرح الأسئلة على حاكم المصرف المركزي قادي التحقيق الأول في بيروت وهو القادي شربل أبي سمرة وبحسب المعلومات سيوجه القضاء الأوروبي حوالي 100 سؤال إلى حاكم المصرف المركزي تتعلق بالدعاوى التي قدمت في عدد من الدول الأوروبية بتهم تتعلق بغسيل الأموال وبتحويل الأموال إلى الخارج إضافة إلى تهم متعلقة بالفساد ومن غير المعروف حتى الساعة ما إذا كانت ستنتهي جلسة استجواب رياض سليم اليوم أم أنها ستمدد أيضا إلى صباح يوم غد علما أن مهمة الوفد القضائي الأوروبي ستستمر لمدة ثلاثة أيام في لبنان بعد الانتهاء من استجواب حاكم المصرف المركزي من المفترض على القضاء الأوروبي أن يستجوب شقيق الحاكم وهو رجا سليمي إضافة إلى معاونة حاكم مصرف لبنان وهي مريان لحويك ومن ثم يغادر الوفد القضائي الأوروبي بيروت ويدرس الملف ومن ثم يقرر ما إذا كان سيدعي على حاكم مصرف لبنان وتجدر الإشارة إلى أنه في خطوة استباقية فقد تقدمت رئيسة هيئة القضايا في وزارة العدل القاضية هيلينة سكندر بإدعاء باسم الدولة اللبنانية على حاكم مصرف لبنان وطالبت بالإدعاء بحجز أموال أو ممتلكات حاكم مصرف لبنان إضافة إلى تجميد أرصدته وذلك لحفظ حقوق الدولة اللبنانية في حال قرر القضاء الأوروبي للإدعاء في أوروبا على حاكم المصرف المركزي ترجمة نانسي قنقر